السلام عليكم شركة جوجل أعلنت عن موبايل جوجل بيكسل 7 برو وجوجل بيكسل 7 وفي الحلقة دي هتنتكلم عن نسخة الأكبر وهي نسخة البرو اللي فعلاً بتيجي مواصفات خارقة مش أغلى من بيع الموبايلات في الفئة الرائدة فالسعر الصراحة كويس ومع مكانات كويسة فاركز بقى كويس أول معي عشان تعرف التفاصيل فيالا بينا نبدأ أول حاجة نبدأ بيها هي الخامات الظهر بتاعه مصنوع من الإزاز مع فريم من الألمونيوم وبدعم تركيب شريحة التصال واحدة وبيجي بوزن 212 جرام وبيجي عالظهر طبية حماية من نوع جريري غلاسفكتوس وبنسبة لصوته الخارجي فالصوت هنا بيجي استيريو واستغنى عن مدخل 3.5 وبيجي معمارية IP68 يعني يقدر يقعد تحت المياه العمكي متر ونص لمدة نص ساعة أما باب النسبة للشاشة فبتيجي من نوع LTPO AMOLED بمساحة 6.7 بوصة مع نسبة استحواز 89% وبدقة 1140x3120 بيكسل ومع كسافة بيكسلات 512 بيكسل كل بوصة وابتدعم تقنية HDR10 بلس ومعهم معدل تحديث عالي واللي هو 120 هيرتز وكمان بتيجي بقوة قضاءة 1500 شمعة والبصمة بتيجي تحت الشاشة ومعهم كمان تقنية ALWES UNDOS BLAY وبيجي عليها طبية حماية من النوع جريريلا كلاسفكتوس وبنسبة لمواصفات الشاشة فتيجي شاشة ممتازة جدا انا مش شايف فيها اي عيوب نهائيا كل حاجة فيها عالية وكمان شاشة متكملة اما بقى بالنسبة للرام والزاقرة فالموبايل بيجي بتلات نسخ الاولى 128 جيجا مع 12 جيجا رام والتانية 256 جيجا مع 12 جيجا رام والتالتة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بالنوع UFS 3.1 بالللاسف يعني مش بدعم تركيب مامريكارد فانت احسن لك يعني تجيب من اول نسخة تانية احتياطيا علشان الموبايل متمليش منك اما بقى بالنسبة للسوفتوير بالمعالج فالموبايل هنا بيجي باحدث نظام تشغيل وهو اندريد 13 مع معالج جوجل تنسور جي تو بمعمارية 4 نينو وبتردد 2.8 جيجا هرتز مع معالج رسومي مالي جي 710 MC10 وبنسبة ليعني اداء المعالج ده فده معالج محترم جدا هو فعلا احدث معالج بيجي من شركة جوجل في الموبايلات واداءه الصراحة هيكون جامد جدا برامجه والعاب وفي نفس الوقت هيوفر معك جدا في البطارية بشكل ملحوظ وندخل بقى على الكاميرات الموبايل هنا بيجي بتلات كاميرات خلفية الاولى بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.9 وبتدعم كمان التثبيت البصري OIS والكاميرا التانية بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة F3.5 وديت كاميرا Tullifutum وبتدعم التثبيت البصري OIS والكاميرا التالتة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.2 وديت كاميرا ألترويد بتصار بزاوية 126 درجة وبيجي معه فلاش لده مزدوج وبدعمه تقنية البانراما والHDR ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 60 فريم وبدقة Full HD بسرعة 240 فريم وبنسبة لكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 10 و 8 من 10 ميجابيكسل وبفتحة عدسة F2.2 وبتدعم تقنية البانراما والHDR وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 60 فريم وبنسبة ليعني أداء وجوتة الكاميرا الديت فأنا متوقع أن النات تديك أفضل أداء كاميرات موجودة في الفئة السعرية بتاعته ممكن ما يكونش الأفضل 100% يعني بس هيكون من أفضل موبايلات حرفيا وما تنساش سعر الموبايل دوت أرخص من باقي أسعار الموبايلات الرائدة التانية فكأداء ما تقلقش منه من ناحية الكاميرات فيعني كأداء كاميرات ما تقلقش موبايلات جوجل بيكسل معروفة بكوة كاميرات عاملة إزاي أما بقى بالنسبة لبقى التقنيات فالموبايل دوت بيدعم ليفايم فيجن سكس إي ويبليتوس من إصدار 5.2 ومعمل كمان جي بي اس وتقنية الف سي لكن طبعا مش بيدعم الراديوم أما بقى بالنسبة للبطارية فبتيجي بساعة 5000 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع اللي لأسف يعتبر البطيق دلوقتي وهو التلاتين واط مع شاحن من نوع طيب سي يعني تشهي البطارية من 0 إلى 100% في حوالي ساعة أو ساعة وربعة وكمان الشحن السريع بقدرة 23 واط أما بقى بالنسبة للسعر فالموبايل دوت اتعلن عنه بالسعر 900 دولار يعني حوالي 17800 جنيه مصري و3380 ريال سعودي وطبعا بقى الأسعار دلوقتي ظهرها قدامك بباقي عملات دول العربية وبنسبة الرأي في الموبايل فأنا شايف أنه موبايل كويس جدا وبديك إمكانيات قوية وفي نفس الوقت يعتبر أقر موبايل بيتمطلك تحديثات لأوعة مدى فيعني أنا عن نفسي لو هجيب موبايل رائد أندرويد هجيب الموبايل دوت وبس كده كده أنا خلصت وده مجرد وجهة نظري عنه ممكن تختلف معي فيها أو لا وطبعا عشان نعرف اكتبالي في التعليقات تحت ويلا قفية كده عليك وسلام